هي أكبر عملية ترميم يخضع لها الجامع الأزهر منذ إنشائه قبل ما يزيد عن ألف عام مشروع استمر نحو ثلاث سنوات بدعم مالي كامل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واليوم بينما يفتتح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المسجد بعد أعمال الترميم يبدو الجامع الأزهر وقد استعاد رونقه مع احتفاظه بعبق وصبغة التاريخ مكتسبا أيضا صبغة حضرية تتمثل في مواد وخامات وخطط للترميم تستخدم هي نفسها في الحرم الشريف وتولي المملكة اهتماما خاصا بالجامع الأزهر باعتباره المرجعية الدينية الأقوى في مصر والتي تعبر عن صحيح الإسلام دون تطرف أو تفريط ولعل هذا هو الدافع وراء إصرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على زيارة مشيخة الأزهر حيث التقى دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وبحث معه سبل التصدي لمحاولات تشويه الدين الإسلامي ونبذ العنف والإرهاب أزهر أقدم الشكر لأطفالكم وطبعا من قيادة رحيسنا لا لا شكوانا في المملكة هذا شكري هذا واجبنا وكل سعودي يعني يطمح ويتمنى أن القيادة تتساهم في لو شيء بسيط في التطوير وترميم وبناء المنظر وبالعكس نحن ساعدين الشركات السعودية تقوم بدورها في مصر العزيزة والغالية علينا جميعا شكري ويرى مراقبون أن حضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إعادة افتتاح المسجد بعد انتهاء الترميمات الأخيرة في اليوم التالي مباشرة لزيارته مشيخة الأزهر يعبر بوضوح عن مدى اهتمام ولي العهد بهذه المؤسسة الدينية العريقة لقناة الإخبارية ياسر نجم